أبناء طلبات وطالبات التعليم الفني أهلاً وسهلاً بيكو في حلقة جديدة من مادة الرسم الفني للصف الثالث شعبة الملابس الجهزة طبعاً وحشتوني قوي قوي أتمنى أنتوا تكونوا نفستوا اللي اتفقنا عليه وحليتوا طول الأسبوع اللي فات مسائل وتمرنتوا عليها علشان إحنا بدينا جزئية جديدة الترم ده طبعاً إحنا قلنا قبل كده أن المؤيسات ما بتمفصلش بالعكس ده أنت من سنة تانية من سنة تانية بنبدأ ندرس الأسس الفنية إحنا كنا أخذناها تاني أول السنة دي عشان نرجعها سوا مع بعض لأن هي عصب وأساس مادة المؤيسات وبنكمل عليها بقى وبنبدأ أن إحنا نحل المسائل بتاعتنا زي ما كنا أخذنا في الترم اللي فات الأبعاد الفنية وتعودنا على أن إحنا نبدأ نحسبها ونطبق القوانين ونطبق الأسس الفنية ونرسم الرسم التخطيتي ونحسب كمية القماش كل الأجزاء دي إحنا عملنا إيه فيها؟ برافو اتفقنا أن إحنا اتمرنا عليها طول الثلاث شهور اللي فاتوا من الأسبوع اللي فات إحنا بدأنا جزئية جديدة هي جزئية الأجور وكنت اتفقت معاكم أن معنا كلمة الأجور هو إيه؟ هو المقابل المادي إحنا بنعمل ديفيجن بسيط على حلقة المرة اللي فاتت ونبدأ بعد كده نحل المسائل بتاعتنا كنا قلنا أن الأجرق هو إيه؟ أو الأجور هي إيه؟ هي عبارة عن المقابل المادي اللي أنا بدفعه للعامل نظير عمل معين أو وقت معين هو أداه في مكان العمل وطبعا أي إنسان مننا لازم بيشتغل علشان ياخد مقابل مادي ويقدر يعيش منه طيب الأجر ده كنا قلنا أنه هو بيبقى ليه أنواع كنا قلنا أنه فيه أجر بيكون نتيجة عمل مباشر وعمل غير مباشر قلنا أن العمل المباشر أنا وليكن خيطت بلوزة معينة بياخد عليها مبلغ لأ طب أنا بالنسبة لي ده عمل مباشر فسهل أن أنا أحدده لكن لو العمل بتاعي غير سهل التحديد زي إيه؟ زي أعمال الصيانة أعمال الإشراف أعمال محاسبة طب ده شغل مش محدد مش هادر أقول للمحاسب أنت حسبت أجر أو مرتب كام موظف النهاردة أو أنت حسبت الأجازات لكام موظف مش هينفع دي حاجات غير سهل تحددها فعشان كده أنا بقسم الأجور لتلات أنواع لتلات أنواع هم إيه حد فاكر ها الناس اللي كانت مذكرة معايا هم طبعة أولنا أول حاجة الأجر نظير الوقت والأجر نظير ها أيوة ها محدش بيقول الأجر نظير الوقت والأجر نظير القطعة أو العمل والأجر مع المكافأة يبقى أنا عندي فيه ثلاث أشكال أو ثلاث أنواع للأجور أجر نظير الوقت اللي العامل بيقديه في مكان العمل أو الأجر ده أنا بديه له مقابل القطعة أجر القطعة عشرة جنيه يبقى أنا بديه له خمس قطع يبقى أنا بديه له خمسين جنيه وهكذا إيه كمان قلنا الأجر بالمكافأة والأجر بالمكافأة ده بيبقى نوع من التحفيز الزيادة للعمال أنا اشتغلت ووفرت وقت وبسرعة وبكفاءة لأ ده أنت برافو عليك أنا هديك أجرج اللي أنت عايزه أو اللي إحنا متفقين عليه وكمان عليه مقابل اللي هو المكافأة المادية طيب دخلنا المرة اللي فاتت وبدينا نحل مسائل وعرفت إزاي أنا ببدأ أحسب الأجور وكنا حلينا تمرين أو اتنين المرة اللي فاتت النهاردة هنبدأ نكمل تاني حل ولو سمحته كله يجيب الكتاب معايا عايزة كله يبقى إيه جايب الكتاب وإيه ويتابع الحل ولو سمحته أحينا بنلاقي في بعض خطوات في الكتاب الخطوة مدمجة يعني إيه مدمجة يعني عمل خطواتين في بعض طبعا إحنا وإحنا بنحل هنا مع بعض علشان ما تبقاش الخطوات معقدة بالنسبة لكم ومش واضحة إيه اللي حصل فيها أنا ممكن بأسم الخطوة دي على مرتين فيبقى سهل استيعابها ونبقى فاهمين إيه اللي حصل عشان لما نطبق ونحل نعرف نحل التمرين بتاعتنا هنفتح الكتاب صفحة 8081 كله فتح الكتاب نفتح الكتاب ونشوف التمرين بتاعنا النهاردة بيقول إيه أول حاجة اللي مطلوب عمل مؤيسة لتصنيع 1200 فستان طفلة من قماش كريب عرض 120 سنتيمتر ثمن المتر كام 25 جنيه يا ولاد خلوا بالكم أني القماش اللي هو قايل لي عليه هنا عرضه 120 سنتي ده أنا مش هستخدمه بصفة مباشرة دي مجرد معلومة في التمرين معلومة أنا مش بستخدمها لإن التمرين اللي أنا بحله دلوقتي ما فيهوش أبعاد فمش هحتاج أرسم رسم تخطيتي فمش أقول إيه ده ده مديني عرض القماش هعمل فيه إيه لا يا حبيبي مش كل الأرقام اللي بيديهاني في التمرين أنا ممكن بستخدمها فيه معلومات وفيه بيانات وأرقام بتبقى كنوع من المعرفة والتوضيح في التمرين اللي بيلزم لكل فستان 2 متر مشكورا في التمرين هو حسب الأبعاد وعمل الرسم التخطيتي وقال لي إن الفستان محتاج قد إيه 2 متر قماش والفستان طبعا هو على فكرة ما رسم ليش حتى الموديل ليه ما رسمش الموديل لأنه أنا فعلا ما عنديش أبعاد ومش هحتاج أطبق أسس فنية الموديل هنا فيه فيه سستة قال لي سمنها 75 إرش ويلزم لكل 5.60 بقرة خيط سمنها 180 إرش وبدأ يدخل على الأجور طبعا الجزء اللي فوق ده ياولاد هو إيه؟ هو الخامات المستخدمة في عملية التنفيذ طيب الأجور قال لي أجر تجهيز النموذج 300 جنيه أجر القص 2 جنيه لكل متر هتلاحظه كل شوية بيغير في الألفاظ وفي الأثاليب علشان يحاول يلخبطنا إحنا ما بنتلخبطش لأن إحنا هنحل التمرين كتير مع بعض مرة يقول لي أجر قص القطعة مثلا بخمسة جنيه المرة دي قال لي أجر قص المتر بـ 2 جنيه إيه دا؟ هو هيلخبطني؟ لا لا مش هيلخبطني إحنا متمكنين وعارفين وهنتمرن على الحل نكمل باقي التمرين لأن إحنا كنا متفقين على إيه؟ أو أتنسوا لازم نقرأ التمرين بتاعنا لآخر خطوة لأنه ممكن جدا يكون تيه معلومات وبيانات في آخر التمرين وأنا أبدأ أحل وأشتغل ويكون الحل بتاعي مش مظبوط الاتفاقيات اللي إحنا متفقينها دي محدش إيه؟ محدش يحيد عنها وينساها قال لي بيتم العمل في المصنع على أساس الجزء الجديد شوية الجزء اللي هو بالنسبة لنا عايزين نبدأ أن نتمرن عليه قال لي على أساس سلاس خطوط إنتاج إحنا خدنا جزء المرة الفاتت في المسألة اللي حلناها بس طبعا هنأكد عليها تاني عشان لو فيه ناس ما كانتش شافة الحلقة المرة اللي فاتت قال لي إيه؟ 3 خطوط إنتاج كل خط مكون من 6 ماكينات يا ولاد لازم أربط بين عدد الخطوط وعدد الماكينات إيه لازمة الجزئية دي عندي في التمرين وفي المعلومات اللي بيديهاني؟ بيقول لي أنا لازم أجيب عدد العمال الموجودين في المصنع أجيب إيه؟ عدد العمال أو عدد العاملات هجيبهم منين؟ علشان أحسب أجرهم قال لي بيجيبهم من عدد الخطوط وعدد المكن ما هو المكن ده قاعد عليه عمال بيشتغله هو مش بيديني عدد المكن كده معلومة إسرائيلة في التمرين؟ لا 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 ده بيديني عدد المكن اللي موجود في كل خط علشان منه أجيب عدد العمال أو عدد العاملات اللي موجودين في المصنع يبقى إحنا عايزين نتفق اتفاقية مهمة جدا جدا هي إيه؟ إن أنا لما يقول لي 3 خطوط إنتاج ويقول لي فيه 6 ماكينات أنا هضرب عدد الخطوط في عدد المكن بيديني عدد العمال الموجودين بيديني عدد الايه؟ العمال الموجودين في المصنع عشان أبدأ بعد كده أحسب أجرهم نرجع للتمرين أنا مش بسيب حتى معلش برجع كتير للتمرين وبقطعه معاكم لإني إن انت تفهم أنا بعمل ايه بالمعلومات دي هو ده الأهم مش مجرد إن أنا هقرأ منتب تقول لكم بتعرفوا تقروا شطرين وحلوين لكن أنا مش مجرد إراية إحنا إراية بالشرح علشان بعد شوية مش هشرح هنبدأ نقرأ وإحنا فاهمين كل كلمة وكل معلومة في التمرين نرجع تاني للتمرين بتاعنا يبقى قال لي إيه؟ بيتم العمل في المصنع على أساس 3 خطوط إنتاج أقولها 3 خطوط إنتاج كل خط مكون من 6 ماكينات يتقاضى العامل إيه؟ أجر قدره 15 جنيه في اليوم طيب أنا هجيب أجر العمال 3 في 16 وبعدين أجيب أجر العمال كلهم اللي موجودين عندي في اليوم ماشي علما بأن المصنع يعمل وردية واحدة هو شغال وردية مش شغال ورديتين أوكي في اليوم وينتج 40 فستان ده إنتاج المصنع في الوردية في اليوم يا أولاد 40 فستان التجهيز والكي النهائي ماله قال لي واحد جنيه لكل فستان يبقى هنا الكي بيتعامل معاه بالقطعة عشان يبقى إيه؟ أجر مباشر أو عمل مباشر فيسهل تحديده أهو التجهيز والكي النهائي واحد جنيه لكل فستان وتعطيل الإنتاج بواقع كام 15% اتكلمنا المرة اللي فاتت حبيبي عن موضوع تعطيل العمل وقلنا قبل كده أن أنا لازم أحط رنج نسبة تعطل في المكان عطل في الكهرباء عامل يتعب خمد تخلص أي أسباب خارجة عن إرادة العمال والمصنع ممكن تعمل إيه؟ تعطل الإنتاج وطبيعي أي إنتاج أنا بتجه فيه وقت محدد لتسليم الطلبية احنا بنتفق من البداية فاكرين تمرين المرة اللي فاتت عملنا في إيه؟ كان قال لي أنا عندي أردر أنا محتاجه بعد 12 يوم المصنع يقبل الطلبية ولا لأ؟ المصنع عمل حساباته وكمان حسب وقت الأعطال بتاعته وعمل احتياطي لكل حاجة عنده وقال لي لا لا ده أنا هحتاج 11 يوم ونص يبقى أنا أقبل الطلبية عادي خالص ده أنا إيه؟ كمان هسلم الطلبية قبل معادها بإيه؟ بنص يوم أو المعاد المطلوب أنا أقدر أنجز فيه العمل بتاعي يبقى أنا عندي هنا في نسبة أعطال الأعطال دي بتبقى خارجة عن الإرادة لازم أعمل حسابي في الوقت وبحسب العمال عليها على فكرة لأن هما إذن بهم الطلبية هتخلص في 5 تيام في 10 تيام بالأعطال بتاعتها يبقى أنا لازم أحسب نسبة الأعطال هنا قال لي الأعطال 15% فيه تمرين قبل كده قال لي الأعطال 10% على حسب كل مصنع وكفقته وإيه وإنتجيته نرجع نكمل باقي المطلوب بتاعنا قال لي إيه المطلوب؟ شوف كل اللي هو أتكلمه ده وكل المعلومات اللي الديهاني دي عايز مني إيه في الآخر سمن تكلفة الفستان بس تكلفة الفستان بعد إيه؟ بعد إضافة 20% مصاريف إدارية وأرباح نرجع سوا مع بعض ونقول أنتوا فاكرين موضوع المصاريف الإدارية والأرباح؟ آه إحنا مش قلنا في عندي مصاريف إدارية أنا بتفحها مثلا وليكن للعامل اللي بيشيل أو المواصلات أو النقل البضاعة أو الحاجات دي كلها في عندي مصاريف إدارية أو الكهرباء أو الغاز لو المكان فيه غاز أو لو هو محتاج مثلا صيانة كل دي حاجات أنا ممكن بحتاجها كمصاريف إدارية وأرباح طبعا أي مشروع استثماري أي مشروع قائم قائم في النهاية هو طبعا بيوجد فرص عمل للناس إلى جانب أنه هو إيه كمان؟ بيدر عليه نسبة ربح وده الهدف الأساسي من أي صاحب رأس مال بيعمل مشروعه علشان يدر عليه أرباح ويزود رأس المال بتاعه وفاكرين معنى كلمة الربح في ناس بتقول لي هو فرق فرق إيه؟ نسيته نسيته يا وحشين محدش ذاكر قلنا الأرباح هي عبارة عن فرق تكلفة المنتج من ثمن البيع فرق تكلفة المنتج من ثمن البيع أنا كلفت المنتج 100 جنيه بيعته ب120 العشرين دي إيه؟ ده الربح بتاع المصنع طبعا لازم الراجل يعمل إيه؟ ياخد نسبة ربح أرباح عشان أشجع الاستثمارات وأشجع أصحاب رؤوس الأموال إن هم يستثمروا أموالهم ويفتحوا مشاريع يبقى أنا هنا عندي فيه بعد ما أحسب كل التكلفة والأجور وحرف تكلفة القطعة قد إيه؟ أضيف عليهم نسبة المصاريف الإدارية والأرباح هنبدأ نحسب التمرين بتاعنا هحسب أول حاجة إيه؟ الخامات جبتوا ألم ورقة جبتوا الكتاب بس أنا عارفاكوا كسالة البرد ما يخلكوش كسلنين صح صح؟ أول حاجة هعملها هبدأ إيه؟ أحسب كمية القماش كمية القماش آه فهو قال لي الفستان محتاج 2 متر أنا عاوز كم قطعة؟ كان بين 1200 تعالوا نحل التمرين مع بعض سوا وأقوله إن الكمية المطلوبة 1200 فستان طفلة هنيجي هنا كده هقوله الكمية المطلوبة قد إيه يا حبيبي؟ 1200 فستان طيب هعمل إيه؟ هبدأ أحسب كمية القماش مباشرة المتر المتر بـ 25 جنيه هضرب الـ 2400 في الـ 25 هيطلع لي 60 ألف جنيه حد فاكر حد فاكر أيوة برافو الحصالة اللي اتفقنا عليها في ناس لسه جديدة معانا أول مرة تشوف الحلقة إيه موضوع الحصالة دي؟ الحصالة دي يا ولاد لما باجي أوصل لأسمان هي دي اللي أنا هحتاج أجمعها عشان أحسب التكاليف يفضل نحطها في حصالة ده إيه؟ ده بيني ما بينكو كده سر علشان بعد شوية لما جي أجمع ألاقي الحصالات قدامي كلها آه يبقى سهل لأن الأرقام بتكتر والخطوات بتكتر لما أنا أجي في 8 قماش روح أحطت حصالة أجي عند 8 أزرار أحط حصالة أجي عند 8 بكر أحط الحصالة هاجي أقول جملة الأتمان عيني على طول هتعمل إيه؟ هتقفز أب 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 على الحصالات هاخد اللي في الحصالات أجمعه يطلع لي إيه؟ يطلع لي جملة الأسمان طبعا ده سيم مبسط بيني ما بينكو وإحنا بنحل علشان يبقى سهل عليكم الحل وإحنا إيه؟ بنحل كمير طيب بعد كده كان قال لي فيه سستة؟ السستة بكام؟ على فكرة مدام قال لي فيه سستة لكل فستان يبقى على طول مش محتاج أقوله كمية السست عايدين تكتبوها كخطوة أوكي لكن ممكن مباشرة أنا أقول على طول ثمن السست لإني أنا هي سستة للقطعة يبقى نفس العدد القطعة الموجودة هاجي أقوله ثمن السست بتساوي يبقى 1200 في السستة بكام؟ 25 75 قرش قرش بسرعة شايفة ابني بيقول لي استنى استنى ده بالقرش قسمي على مية أو أتنسوا أنا بتعامل بأرقام كبيرة ماينفعش أتعامل بالقرش لازم أقسم على طول على مية عشان أحول الجنيه لازم أقسم على مية عشان أحول الجنيه زي ما كمان لما كنت قبل كده حاجة عندي بالصمتي لازم أقسم على مية عشان أحول للمتر التحويلات دي مهمة بتخلي العناصر اللي أنا بجمعها نفس النوع ما أقدرش أجمع قروش مع جنيهات لازم أخليهم كلهم نفس النوعية يبقى أنا لما أبقى عندي قرش لازم أقسم عالمية ليه عملت كده؟ اتفاقية تقنون لازم أبقى عارف القرش أقسمه عالمية والسانتي أقسمه عالمية هيطلع لي هنا كام؟ طبعا أصفر هتروح مع بعض هيطلع عندي تسعمائة جنيه وبسرعة أحط في الحصالة ايه تاني؟ قال لي فيه عندي ثمن البكر ايه موضوع البكر؟ كان قال أن كل خمس فستين محتاجين بكرة هم 1200 فستان أنا قال لي ايه؟ محتاجين كل خمسة يبقى أنا بقسم على الخمسة بقسم على الخمسة لو أنا عملت الخطوة دي بس كده هيطلع لي خليها كده هتطلع لي كام؟ هتطلع لي كمية البكر أهي بلاش نعملها على خطوة على خطوة واحدة نعملها على خطوة هقول كمية البكر هم 200 1200 فستان محتاجين كل كل خمس فستين محتاجين بكرة واحدة كل خمس فستين يبقى أنا بقسم 1200 على ايه؟ على الخمسة هيطلع معايا هنا قد ايه؟ ادي هنا هيبقى اتنين وبعدين اربعة زيرو 240 بكرة دي كمية البكر اللي أنا محتاجها البكرة بكام يا ولاد؟ البكرة بمية وعشرين ارش هقوله يبقى ثمن البكر هاخد المتين واربعين اضربهم في مية وتمانين ارش على مية ايه ده؟ اه عشان ده بالقرش ودي علامة القرش اللي هي عكس الجنيه انا بضرب المتين واربعين بكرة في مية وتمانين ارش للبكرة على مية عشان احولها للجنيه هيطلع قد ايه؟ هيطلع عندي ربعمية اتنين وتلاتين جنيه وبسرعة احطها في الحصالة ايه ده؟ انا كده حسبت ثمن البكر يبقى انا هنا لغاية دلوقتي حسبت ثمن القماش ثمن السست ثمن البكر الخطوة اللي هعملها بعدها على طول اجمع الخمات يبقى انا المرحلة دي المها في خطوة كلها ان انا اجمع الخمات اسمان الخمات او جملة الاسمان علشان بعدها ابدأ ادخل على الاجور هجمع الاسمان اللي هي مين؟ الحصالات ثمن القماش ثمن السست ثمن البكر تعالوا نجمع سوا مع بعض هاجي هنا واقول له جملة الاسمان القماش كان بستين الف ولو سمحتوا ما تلخبطوش في موضوع الاصفار دول اربع اصفار يا ولاد عشان لما بتجوا تجمعوا على الكالكوليتر يبقى لا خلي بالي من عدد الاصفار اللي انا بجمعها عشان المسألة ما تبصش مني وبعدين فيه كان تسعمية تمن السست زائد ربعمية اتنين وتلاتين اللي هو تمن ايه؟ تمن البكر هجمع الارقام بتاعتي كلها هيطلع عندي واحد وستين الف تلتمية اتنين وتلاتين جنيه دي ايه دي؟ دي جملة الاسمان كلها طيب بعد كده قال لي هبدأ احسب الاجور هبدأ احسب الاجور وقول له كده الاجور عنوان عشان احدد له انا هشتغل في الجزئية التانية والمرحلة التانية من المسألة قال لي اجر تجهيز النموذج اجر تجهيز النموذج يا ولاد هم مش الفهم في النموذج احنا عارفين في البطرون بنسمي المادة اسمها ايه؟ رسم نمازج يعني رسم بطرون وكنا اتفقنا قبل كده ان انا لما بقول برسم طريقة رسم نموذج لفستان او نموذج لقميس او نموذج لبنطلون يعني ايه؟ برسم البطرون هو انا عندي هنا هو كم نموذج هو نموذج واحد الموديل اللي موجود عندي وهو قال ان النموذج ده بكام بتلتميت جنيه يبقى هو ده مش ابص الاقي احيانا بعضكم ياخد التلتمية وروح ضربها في كام في الف وامتين يا خبر ابيض ماينفعش ماينفعش انا هو بطرون واحد انا برسمه وهو ده اللي انا بشتغل عليه وده طبعا مصمم الازياء بيعمل ايه؟ بيرسم النموذج ده وبيبدأ ان هو يلونه ويشرحه ويجهزه بيجهزه لي من مجميعه بالمقاسات بتاعته المقاسات الاصغر ومقاسات الاكبر مش هضربه مش هضربه في عدد القطع لا انا باخده زي ما هو وحشان كده هو ده انا باخده وحطه في الحصة غلا زي ما هو من غير لعب ولا اي اضافة نبدأ نكمل تمرين هاجي هنا واقول له اجر النموذج او اجر تجهيز النموذج كان قال عليه كام؟ قال 300 جنيه وبسرعة احطه في الحصة عشان احيانا بعضنا كمان بعد ما بيكتبه ويبقى شطر خالص يجي يجمع ينساه لا لما بحط كده في المربع ده او الحصة الصغيرة دي بيحصل ايه؟ مش بنسح حاجة ما فيش حاجة بتقع منه بعدها قال لي فيه اجر القص اجر القص كان قال ان المتر المتر ب2 جنيه فاكرين احنا كان عندنا القماش لما حسبناه كان قد ايه؟ كان قال لي انا عندي 2400 متر احنا اللي حسبنا عشان كده اللي هيحسب غلط المسألة هتطلع بقياها غلط فنركز كمية القماش احنا اللي حسبنا طلعناها 2400 هو دلوقتي بيقول لي المتر بكام؟ ب2 جنيه ده القص بتاعه انا هاخد ال2400 اضربهم في ايه؟ في 2 جنيه اجر القص يطلع عندي 4800 اجر القص ككل ده قص الكمية كلها اهم يبقى انا عندي 2400 هضربها في كام؟ في 2 جنيه هيطلع 4800 جنيه وبسرعة جوه الحص عفوا طيب بعد هين قال لي انا عندي فيه كمان بالنسبة للخطوط كان قال اني فيه 3 خطوط وكل خط فيه 6 ماكينات اتفقنا مع بعض ان انا منها بجيب عدد العمال ممكن نعملها كقانون دي تكتبوه عندكم معايا دلوقتي كله يكتب عدد العمال بجيبه منين يا ولاد بكتب هنا كده ان هو عبارة عن عدد الخطوط تكتبوها معايا في عدد الماكينات حتى لو كتبتوها في الامتحان ما فيش مشكلة ده قانون انتو تبقوا عارفين وهو الاسف مش موجود عندك في الكتاب انتو كتبوه يبقى عدد العمال انا بجيبه منين عشان ما نساش بعد شوية بجيبه من عدد الخطوط مضروبا في عدد الماكينات هيساوي الخطوط هما كانوا ثلاثة والما كانت ستة هيبقى انا عندنا منتاشر عامل او تمنتاشر عاملة اجرهم في اليوم قد ايه قال لي العامل بياخد في اليوم خمستاشر جنيه هقول له طيب سوري اجر العامل او سوري اجر العمال اجر العمال في اليوم العمال كلهم هما تمنتاشر عامل انا هضربهم فيه العامل الواحد بياخد قد ايه بياخد خمستاشر جنيه في اليوم هيطلع عندي متين وسبعين جنيه يجي حد بسرعة يقول لي حطي في حصة او تعمل كده او ده اجر العمال في اليوم يا ولاد ده يوم واحد واحنا شغالين كم يوم انا لما بجمع بجمع اجر العمال كله اللي صرفته المبلغ كله طيب ده اجرهم في اليوم لا دي خطوة مساعدة بتوصلني لاجر العمال في المدة بعد محسب المدة هو ده الناتج اللي انا بعد محسب المدة الناتج اللي هيطلع من اجر العمال في المدة هو ده اللي انا باخده احطه في الحصة لكن اجر العمال في اليوم لأ دي خطوة بتساعدني بتوصلني للي انا عايزه نكمل مع بعض في ورقة تاني هجي هنا كده وهقول له اعمل ايه هحسب المدة المدة اه طبعا ما هو انا دلوقتي عرفت اجر العمال في اليوم 270 جنيه طيب هم شغالين كم يوم مش هو قال لي في المسألة ان المصنع بيون تشغال وردية وفي الوردية بيطلع 40 قطعة صح ها راجعوا ورايا راجعوا عشان انا كتاب مش قداني ها 40 قطعة في اليوم انا هاخد بسرعة الكمية كلها وقسمها على ال40 يطلع المدة اللي انا عايزها بس على فكرة المدة دي بدون اعطال المدة دي وهم شغالين كله شغال في مكانه بدون اي عطل ولا كهرباء قطعت ولا حاجة حصلت ولا مكانه عطلت ولا حاجة لا يبقى دي خطوة برضو استرشدية بتوصلني للمدة اللي بعدها نبدأ نكمل مسألتنا معلش احنا بناخد وقت في حل التمرين يا ولاد علشان نفهمه لان احنا لو ما فهمناش مش هنعرفنا حال تمام؟ معايا نكمل التمرين هاجي هنا كده وهقول له المدة ممكن اقول له المدة بدون اعطال ماشي مفيش مشكلة اهي المدة وخلاص هما كام؟ 1200 قطعة انا بنتج في اليوم 40 يبقى هقول له على ال40 هيطلع قد ايه؟ 30 يوم يبقى احنا هنا محتاجين للطلبية دي 30 يوم بس لو سمحت المدة دي بالايه؟ المدة دي من غير اعطال انا لازم احسب الاعطال الموجودة عندي حاضر انت قلتلي الاعطال كام؟ قال لي 15% هقول له يبقى المدة بالاعطال بتساوي هم 30 يوم واتفقت معاكم ان انا بضرب في 115 المية هي كأنها 30 يوم 100% وال15 هي الاضافية يا ولاد عشان كده انا لما بيقول لي الاعطال 15% بدرب في 115 على 100 هيطلع عندي المدة اللي انا محتاجها لبل اعطال كلها المدة بتاعتي 34 يوم ونص ياه هو ده المدة كلها اللي شغالينها دلوقتي اقدر اجيب اجر العمال في المدة اجيب اجر العمال في المدة ايه ده؟ خلاص؟ اه الخطوة دي لأ في خطوات تاني بس الخطوة اللي انا بكت بحسب عليها العمال يعني انا عشان اوصل للخطوة دي شوفو عملت كم حاجة حسبت اول حاجة اجر عدد العمال وبعدين جبت عدد العمال اه سوري اجر العمال في اليوم قد ايه؟ وبعدين اضطرت جبت المدة وجبت المدة بالاعطال هي الخطوة دي اللي انا هضربها في عدد العمال الخطوة الاولى والاخيرة الاولى والربعة هم دولة اللي انا هضربهم مع بعض عشان يوصلي لاجر العمال في المدة هاجي هنا وقوله يبقى اجر العمال في المدة بالاعطال ككل هي دي اللي انا هحطها في الحصالة انا بأكد هاخد اللي 34 يوم ونص اضربهم في 270 جنيه اجر العمال في ايه؟ في اليوم الواحد بيطلع عندي 9300 وكام و15 جنيه وحطها في الحصالة يبقى هنا كده ايه؟ انا وصلت للنتيجة اللي انا عايزة اجمعها بعد كده قال لي لا استنى ده فيه كي اه طبعا مش فيه كي وتغليف هو المنتج انا هوزعه كده للمحلات لا طبعا لازم اكي اكويه واغلفه وابدأ اعبيه في كاراتين عشان اوصله بعد كده للمحلات اللي انا بورد لها او اسلم الطلبية قال لي الاجر الكي ايه؟ القطعة بجنيه ولا المتر بجنيه قال لي لا القطعة بجنيه هم 1200 قطعة هضربهم بس لازم اعملها خطوة اساسية عندي وهقوله اجر الكي اجر الكي قد ايه؟ قال لي القطعة بجنيه واحد يبقى انا عندي 1200 جنيه ولو سمحت حطوها في الحصالة ياه الحصالات بتكتر لا بس انا ابدا انا بجمع بعد كده الحصالات انا لغاية دلوقتي هنا كده عملت ايه؟ حسبت الاجور كلها اللي انا بتفحها اجي اجمعها علشان ايه؟ متوهش هقوله يبقى جملة الاجور جملة الاجور عبارة عن او اوتنسو اللي كنا حطونا في اول حصالة اللي هو اجر تجهيز النموذج 300 جنيه زائد اجر القص 4800 زائد اجر العمال بصوا هتلاقوا عنيكو ايه على طول بتقفز على الفلوس الفلوس واو صبعا ايه ربنا يكفينا شهر الفلوس لكن يمن علينا بيها بايه؟ بالخير هاجي هنا هاخد 9315 زائد كمان 1200 اجر الكيه هجمع كل الاجور دي هتطلع عندي كام 15600 و 15 جنيه الخطوة دي مش هي التكاليف امال ايه؟ قال لي لا ده انا في عندي لسه تكاليف هحسبها اه هو الراجل شغال كل ده الوجه الليه؟ لا امال ايه؟ في عنده ارباح في عنده ارباح لازم المشروع ده كله يعيد عليه بالربح هو مشغل العمال وفاتح بيوت ناس كتير وكويس وكتر الف خيره يبقى لازم هو كمان بيته يعود عليه بالربح طيب هاجي هنا دلوقتي بعد ما انا خلصت دي الخطوة بتاعت جملة الاجور انا برضو معرفت شو صرف قد ايه؟ ايوة لان في عندي خطوة اساسية قبل الارباح هي ايه؟ ان انا اجيب جملة التكاليف صرف قد ايه في الخمات اللي اشتراها ودفع قد ايه الاجور العمال فاجيب جملة التكاليف يبقى جملة التكاليف كقانون عبارة عن ايه؟ عبارة عن جملة الاسمان زائد جملة الاجور وبعدين احسب الارباح هاجي هنا واقول له جملة التكاليف جملة التكاليف بتساوي ايه يا حبيبي؟ هتساوي نعملها برضو كقانون عشان ما ننساش زي ما كتبنا اللي قبلها جملة الاجور جملة التكاليف بتساوي جملة الاسمان زائد ها؟ جملة الاجور واجي طبيعي دلوقتي اجمع الكلام ده هلا ان جملة الاسمان احنا كنا حسبناها واحد وستين الف تلتمية تنين وتلاتين هضيف عليها الخمستاشر الف ستمية وخمستاشر هيطلع عندي اجمالي التكاليف كام؟ هيطلع اجمالي التكاليف ستة وسبعين الف تسعمية سبعة واربعين جنيه دي جملة التكاليف كلها اللي الراجل دفعها هقول له دلوقتي اقدر احسب لك التكاليف جملة التكاليف بالارباح طبعا بالمصاريف والارباح مع بعض هو كان قال لي النسبة قد ايه قال لي عشرين في المية يبقى انا هاخد ستة وسبعين الف تسعمية سبعة واربعين اضربها في برافو سمع حد بيقول لي مينة وعشرين على مية هتطلع عندي هنا قد ايه هتطلع عندي تنين وتسعين الف تلتمية ستة وتلاتين واربعة من عشرة دي ايه دي دي التكاليف في الارباح كلها طيب دلوقتي انا الراجل ده الربح اخد كده الارباح بتاعته الراجل كان ايه المطلوب شوفوا كل اللي تحل ده عشان اوصل للمطلوب ايه المطلوب تمن بيع الفستان بعد اضافة الارباح دي كلها هاخد كل اللي صرف وكل الارباح دي اقسمها على عدد القطع فيطلع لي تمن بيع القطع الواحدة قد ايه او تمن توردها او تمن وصلها للايه للمستهلك بكام او طبعا هي مش هتبقى للمستهلك على فكرة دي هتوصل للبيع او منفذ البيع اللي ايه اللي المستهلك لسه هيشتري منه ما تصدقوش ان السعر هيطلع اللي انا هكتبهلكو دلوقتي لان ده لسه فيه ناس تاني هتتربح منه اللي هو منفذ البيع نفسه هاجي هنا وقوله تكلفة القطعة هتساوي هاخد الاثنين وتسعين الف تلتمية ستة وتلاتين واربعة من عشرة اقسمها يا ولاد على ايه على الالف ومتين قطعة هيطلع تكلفة القطعة تقريبا بصوا هي ستة وسبعين واربعة وتسعين ارش طبعا مش هقوله كده لكن ممكن اقوله انها تقريبا يعني كأنها سبعة وسبعين جنيه يبقى تكريبا علامة دي اسمها تقريبا علامة تقريبية اني هنا فرق كلهم ستة قرش يعني مش مشكلة يبقى هنا انا عملت ايه حسبت تكلفة الفستان بعد ما عملت كل المطلوب حسبت اتمان الاتمان دي جبتها منين من ثمن الخامات اللي اتصرفت وبعدين حسبت الاجور جبت الاجور منين من ثمن النموذج وتقوى اجر العمال وتمن القص وتمن الكي والتغليف وارباح كله ده انا حسبته وبعدين اسمته على عدد القطاع طليل لتكلفة الفستان الواحد ايه رأيكم في المسألة على فكرة دي ممكن ياولاد تبقى جزء من المسألة يعني ده ممكن او تبقى المسألة الصغيرة انتو عارفين الامتحام بيبقى عبارة عن مسألتين دي ممكن تبقى المسألة الصغيرة بس مع التمرين هتلاقوها سهلة جدا ان شاء الله واحنا بنتمرن نساوي مع بعض برضو لان هو كل تمرين بيبقى فيه مصطلح جديد وفكرة جديدة عشان كده هناخد ديوقتي تمرين تاني ناخد نشوف ايه الفكرة بتاعته وايه هو التمرين نفتح كده ساوي مع بعض فيه قبل التمرين قال لي فيه عندي حاجة اسمها حساب تشغيل الالات طبيعي الالات والمكان اللي المصنع شغال بي يا ولاد ماله قال لي ده مشتري بفلوس الراجل في المصنع عشان ينشئ المصنع ده ممكن يكون مشتري مكان وآلات بأرقام توصل ممكن نصف مليون جنيه لو مكان حديث او المصنع كبير طبعا دي أرقام خيالية طب هو النصف مليون جنيه اللي دفعهم في المكان والالات والمعدات دي مش المفروض انه هو يعوضه قال لي ايوه مش بيعوضه في يوم وليلة لكن بيقسم التمن ده على ايه على خلال المدة اللي شغالها المصنع عشان كده انا عندي فيه هنا حساب لتمن الالات اللي موجودة وحساب تمن الالات ده بيبقى عبار عن ايه انا عندي المكان انا بيشتري بمبلغ وبعد نهاية مدة التشغيل اللي هي يعتبر كفاءة المكان ده وصلت لاخرها طبيعي كل حاجة لها عمر افتراضي وبعد وقت بتبدأ الاعطال تزيد فيه حاجات بتستهلك نتيجة الشغل الجامد في المصنع ففيه اجزاء ممكن ايه بتبدأ تستهلك فيبدأ الصيانة تكلف اكتر طي المصنع يعمل ايه يقول لا انا مش عايز اعطل الشغل ومش عايز اصرف كتير في الصيانة بتاعتي فممكن ابيع المكان ده لمصانع اصغر وده اللي بيحصل ان مصانع اصغر بتشتري المكان من مصانع اكبر لان المصانع الصغيرة مفيش ضغط عليها زي المصانع الكبيرة ممكن المصانع الكبيرة شغالة ورديتين وثلاثة في اليوم المكان ما بيقفش فنفاجأ باني ممكن المكان ده خلال عشر سنين خلاص تعب فبيضطر ان هو يبيعه لما بيبيعه بيتباع اسمها خردة وبيبقى ليه تمن ما هو مش بيتباع كده وخلاص او مثلا بمبلغ زهيد لا بيبقى كفاءة وشغال بس معه انتاج اقل ففي الحالة دي الرجل دفع مبلغ في المكان بيجي يطرح من المبلغ ده تمن بيعه لما هيبيعه خردة او لما هيبيعه في نهاية المدة ويقول لي طيب المكان ده كده انا مثلا هنقول رقم بسيط عشان نقدر نستوعبه وليكن مثلا المكان ده بعشر تلاف لما هيجي بيعه هبيعه بألفين يبقى انا برده صارف ثمان تلاف طب عملي ده مش كده ده الثمان تلاف دولة هيضف عليهم ثمن السيانة ايوة المكان ده بيتعمله السيانة دورية وشهرية وفيه اجزاء اقوخة وغير بتتغير وفيه مسؤول بيقوم بعملية السيانة الحاجات دي كلها بتكلف وبتصرف طب في الحالة دي اعمل ايه قال لي لأ ما انا لازم الثمن تلاف دول اضيف عليهم تكليف السيانة طب ومعدين المبلغ بقى اللي انا هدفعه ده كله خلال المدة ابدأ اقسمه على انا شغال كم سنة وليكن انا شغال عشر سنيين يبقى ثمن تلاف لا مش هيبه ثمانية لان انا هضيف عليهم ثمن ايه السيانة وليكن سيانة خمسمائة جنيه خلال المدة يبقى ثمن تلاف وخمسمائة هقسمهم على العشر سنيين يبقى انا محتاج كل سنة تمنمية وخمسين جنيه اعوضها من كل الطلبيات اللي شغالها طول السنة لاستهلاك المكان ده هنشوف مع بعض اللي هيحصل في عملية تعويض ثمن المكان والآلات واحنا بنحل التمرين لان طبعا الكلام النظري ساعات بيبقى صعب لكن واحنا محتاجين النظري غير ان احنا نفهمه فلما بنفهم بالحل بتقدر عيني بتربط الخطوات مع بعض ماشية ازاي فانا اقدر اميز المكانة اهيه تكلفتها سعرها يتباع كم خردة صيانة قد ايه اقسم على السنة واعرف تكلفة المكان قد ايه نشوف مع بعض ايه اللي احنا هنحتاجه قال لي هنا هنفتح مع بعض تمرين صفحة 83 كله فتح الكتاب تمرين صفحة 83 قال لي ايه احد اقسام مصنع الملابس الجهزة بيشمل على عدد 20 ماكينة حياكة يعني قسم من الاقسام في 20 ماكينة حياكة كل ماكينة عمرها التأديري اللي هو بنقول عليه العمر الافتراضي زي ما احنا في البيت بنقول احيانا التلاجة افسط حاجة في بيوتنا كلها كلنا بنقول الماكينة عمرها الافتراضي 25 سنة وفعلا بتبقى شغالة بكفاءة ونشكر ربنا الاعطال بتبقى قليلة ده نفس الكلام قال لي ماكينة عمرها ايه كل ماكينة عمرها التأديري كم 10 سنوات لانها ممكن تبقى شغالة ورديتين وثلاثة وخلوا بالكم المكان يا ولاد ده في اجزاء بتبقى فيها نوع من الاحتكاك المباشر وطبيع الاحتكاك المباشر ده بيؤدي الى التآكل الحديد من كتر ببيحتكب مع بعض بيحصلوا نوع من التآكل فحنا بضطر اغير تروس او اجزاء كبيرة في المكانة فبتبقى مكلفة لكن هي ممكن تشتغل بكفاءة عالية جدا خلال 10 سنين بعد 10 سنين هتبدأ يبقى ايه فيها الاعطال عشان كده انا لما بتكلم بقول عمر افتراضي معناها مفيش اعطال الا نادرا لكن بتتم لها عملية الصيانة لاني دايما الصيانة وعملية التزييد والتشهيم بتحافظ على الالات بتاعتي ضد عملية التآكل طيب نكمل كده ونشوف التمرين قال لي وثمنها جديدة كل مكنة ثمنها وهي جديدة كان 5000 جنيه خلوا بالكم هو عنده 20 مكنة المكنة جديدة ب5000 جنيه وثمنها خردة اللي قلتلكم هيبيعها المصنع اصغر شوية ب600 جنيه قال لي مصاريف الصيانة لكل مكنة 300 جنيه خلال فترة العمل التأديري يعني على مدار العشر سنين اللي احنا شغالينهم محتاجين ندفع لها ونصرف عليها تزييد وتشحيم وتغيير بعض السيور لان السيور بتبقى كوتش حنا بتشقق او بتنشف او بتتقطع فطبعا في حاجات وقطع غير لازم تتغير بصفة مستمرة قال لي بتكون 300 جنيه قال لي وهو اللي هي المدة بتاعتي هنا كان 1800 ساعة خلال دورة رأس المال طيب هنيجي هنا ونبدأ نقول ايه المطلوب بتاعنا قال لي انا عاوز اعرف حساب تكلفة تشغيل كل مكنة في الساعة كل مكنة شغالة في الساعة تكلفتها قد ايه وبعدين لما اعرف المكنة في الساعة قد ايه احسب تكلفة تشغيل جميع الماكينات في الساعة الوحدة طيب هنيجي نشوف الحل بتاعنا زي ما كنا بنتكلم من شوية وكنا بنقول ان انا ببدأ اعمل ايه اشوف تمن المكنة هي سعرها كام هو كان بيقول لي ان المكنة الوحدة ب5000 بس هيبيعها خردة ب600 يبقى انا هعرف المكنة هتصرف علي قد ايه تمنها بعد مخصم الخردة قد ايه طيب يعني تمن المكنة كاني انا دفع كام هنيجي هنا ونبدأ نحل التمرين بتاعنا هقول له سمن الماكينة سمن الماكينة بعد الخردة او بعد خصم الخردة قد ايه معلش الخط طالع نازل موجب بحر مع البرب اللي احنا فيه قال لي هنا الماكينة ب5000 جنيه انا هطرح منها تمن بيعها خردة ليه 600 هلاقيها بتساوي كام بتساوي 4400 جنيه ده تمن المكنة ياولاد بعد ما انا شلت منها تمن الخردة طيب ايه تاني قال لي انا دلوقتي المفروض ان انا اضف لها تمن الصيانة اضيف تمن الصيانة اللي موجود عندي المكنة هتكلفني 4400 قال لي صيانتها خلال المدة التقديرية او خلال العمر الافتراضي اللي هي شغالة اللي هو كان كام كان عشر سنين هتدفع كام 300 جنيه كل مكنة هتكلفني سيانة 300 جنيه هتطر ان ااخد التلتمية اضيفهم على 4400 يطلع لي تكلفة المكنة قد ايه ككل تمن المكنة كلها بقى اللي انا هدفعه عليها اللي انا هصرفه عليها زي ما احنا مثلا بنجيب وليكن بطة ولا حاجة وبنقل جبناها ب100 جنيه وجبنا لها اكل مثلا بعشرين جنيه بقى هي كلفتنا 120 بس احنا ايه اكلناها في البيت مثلا يعني ده رقم يبقى انا كلفتها ككل كام 120 جنيه ايه ده ودتها للراجل ده بحلي وخد نظفها خد كام قد عشر رجل ده يا خبري انا كده صرفت عليها قد ايه مثلا يعني ده مثال بسيط دفعت عليها 130 هنا نفس التكرة المكن نفس الكلام انا اشتريته بقد ايه وبعدين هضيف له نسبة الايه الصيانة اللي هي الاكل اللي احنا جبناه للايه للمكنة هاجي هنا واقول له ثمن نصيب بقى هقول له يبقى ده كده تمن المكنة بعد الخردة هقول له طيب يبقى تمن المكنة بعد الصيانة بعد مضيف الصيانة قد ايه هي 4400 هضف لها الصيانة 300 جنيه خلال العشر سنين هتساوي 4700 جنيه ده تمن الماكينة يا ولاد ككل بعد كده هاجي هنا واقول له طيب المكنة دي هتكلفني قد ايه في السنة هقول له حاضر انا لازم احسب نصيب الماكينة في السنة قد ايه مش هم 4700 هي هتكلفني 4700 طيب هي شغالة كم سنة شغالة عشر سنين فنقسمها على عشر سنين هتطلع كام 470 جنيه يبقى هي في السنة هتكلفني 470 هي مش هتكلفني انا لازم اعود 470 جنيه في السنة من تمنها عشان على مدار العشر سنين اعود تمنها كله طيب طيب في الساعة هو قال لي ان هو شغال 1800 ساعة هاجي اقول له طيب انا هحسب نصيب الماكينة في الساعة قد ايه مش هم 470 جنيه في السنة هو شغال كم ساعة قال لي شغال 1800 ساعة هقسم على 1800 ساعة هيطلع كام طلع معايا سوري 26 من 100 ايه 26 من 100 دي يا ولاد 26 من 100 في علامة هنا في علامة ايه 26 من 100 دي ده من الجنيه يعني معناها 26 قرش يعني الماكينة بتكلفني في الساعة 26 قرش او من الجنيه 26 من 100 طب هو كان عاوز كم ماكينة عاوز مني 20 ماكينة هقول له يبقى نصيب جميع الماكينات هاخد 26 من 100 اضربها في العشرين ماكينة هيطلع لي 5 جنيه و20 قرش ده ايه ده عبارة عن تكلفة الايه تكلفة الماكينات كلها خلال الايه المدة يبقى انا في السنة المفروض اعمل ايه اعوض كل طلبية انا بضيف لها نسبة من تمن الماكينة اللي موجود عندي ده كده بالنسبة لتمن الماكينات اللي موجودة بحسب الماكينة تكلفتها عراها كام بشيل منه الخردة وبعدين اضف لها تمن السيانة وبعد ما اضيف تمن السيانة ابدأ اقسم تمن الماكينة دي على المدة اللي هي شغلاها اللي هي العمر الافتراضي او الوقت التقديري اللي هي شغلاها بعرف تكلفتها في السرقة ده ايه وبعدين اقسمها على الساعات طبعا مع الحل الكتير والتمرين بنبدأ نحل المسألة بكل بساطة ان شاء الله المسائل المحتاجة ان احنا نرجحها ونحلها مع بعض اتمنى ان انا اكون توفقت النهاردة معاكم في الشرح ونكون تهمنا التمرينين اللي احنا اخدناهم مع بعض ولو سمحتوا ما نسفش المؤيسات وما نسفش الحل ولازم نتمرن لغاية مقابلكم المرة الجاية على خير وإلى ان نلتقي اشوفكم على خير وبي باي